أكدت حكومة إقليم كردستان أنها لا ترى سبباً أو عذراً لعدم إرسال رواتب متقاضية الرواتب في الإقليم وكدت ضرورة إرسالها بعيداً عن الإنفاق الفعلية ودون أي خلطة أسوتان بالمناطق الأخرى في العراق جاء ذلك في بيان المتحدثة باسم حكومة إقليم كردستان بيشوهورماني ردان على المتحدثة باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ونوها بيشوهورماني إلى أن الحكومة العراقية أرسلت تريليونين وخمسمائة وتسعة وثمانين مليار دينار لإقليم كردستان منذ بداية العام في وقت تبلغ استحقاقات الإقليم ستة عشر تريليون واربعمة وتسعة وثمانين مليار دينار أي تريليونين وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليار دينار شهرياً وبحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية من العام الجاري